السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مادة الاجتماعيات للمساوة الثانية أعداد فرض في مادة التاريخ ثلاث مرين مع الإجابة التمرين الأول على بركة الله الأنشطة المهارية تطبيقية التمرين الأول مرحل امتداد العثماني من بين الفترات 1300 ميلادية و1595 ميلادية لدينا كذلك الخط الزمني يعبر عن عدة من الأحداث أول مرحلة وهي ما بين تتراوحه ما بين 1300 و1362 ما بين 1300 و1362 المرحلة الثانية وهي ما بين 1362 إلى 1512 المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة ما بين 1512 إلى 1595 أمر إلى الأسئلة أولا متل على الخط الزمني الأحداث التالية الخط الزمني نمثل عليه الأحداث التالية أول حدث القضاء على بيزنطا وفتح عاصمتها القسطنطينية سنة 1453 القضاء على دولة الممالك الانتداد في شمال إفريقيا والجزيرة العربية توحيد الإمارات التركيا في الأنادول مواجهة بيزنطا والإمتداد على حسابها ثانيا أحسب المدة الثمنية التي استغرقتها مواجهة العثمانيين للبيزنطين أعيد ثانيا أحسب المدة الثمنية التي استغرقتها مواجهة العثمانيين للبيزنطين ثالثاً أسمي الدولة التي واجهها العثمانيون ما بين الفترة 1512 ميلادية و 1595 ميلادية التمرين الثاني التمرين الثاني وطن على الخريطة مناطق انتشار الوترية الكالفانية الإنجلاكانية ثانياً أسمي المناطق أو الجهاد الأوروبية التي جملتها حركة الإصلاح الديني خلال القرن السادس عشر ميلادية لدينا الانقصامات الدينية في أوروبا خلال القرن السادس عشر ميلادية المفتاح هذا اللون يعبر عن مسيحية كاتولوكية يوجد فيها بولونيا، إيطاليا، زيريخ، فرنسا، إسبانيا والبرتغال مناطق انتشار الوترية وهي توجد بهذه المناطق مسيحية أورتودوكسية، مسيحية أورتودوكسية وهي هذه المناطق بهذا اللون مناطق انتشار الكالفانية، توجد بها روسيا إسلام زائد أورتودوكسية وهي هذه المناطق مناطق انتشار الأنجل كانية وهي هذه المناطق نمر إلى التمرين الثالث التمرين الثالث التمرين الثالث عندما يهتم شخص بجريمة ما يتم حجزه في زنزانة بشعة ولا يتم سماح له الاتصال بأحد يثقل بسلاسل كما لو كان قد صدر حكم بإدانته، ويبدو أن القانون يرغم القادي على التعامل مع المتهم كعدو له وليس كقادن أولا، استخرج من النص الانتقادات التي وجهها فولتر للقضاء الفرنسي ثانيا، أبرز الحقوق التي كان يتم انتهاكها حسب النص ثالثا، أذكر من خلال ما درست نظرية الحكم التي ناد بها فولتر الإجابة على التمرين الأول على بركة الله خلول أنشطة المهارية التطبيقية التمرين الأول لدينا المدة الزمنية أو الخط الزمني لدينا هذا اللون يشير إلى المرحلة الأولى ما بين 1300 و 1362 ميلادية استواجدها للمرحلة ما بين 1300 و 1362 ميلادية وهي مرحلة مواجهة بيزنطا والامتداد على حسابها المرحلة الثانية، وهي ما بين 1362 و 1512 ميلادية وهي مرحلة الامتداد في الإمارات والممالك المسيحية شرق أوروبا، القضاء على بيزنطا وفتح عاصمتها الفلسطينية سنة 1453 توحيد الإمارات التركية في الأنادول المرحلة الثالثة، وهي ما بين 1512 ميلادية و 1595 ميلادية وهي مرحلة استراع مع الدولة الصفوية القضاء على الممالك الامتداد في شمال إفريقيا والجزيرة العربية الإجابة على السؤال الأول أنذر الخط الزمني، تم الإجابة عليه على الخط الزمني ثانياً، المدة الزمانية التي تغلقتها مواجهة العثمانيين للبيزنطين دامت أزيد من ستون سنة ثالثاً، اسم الدولة التي واجهتها العثمانيون ما بين الفترة 1512 ميلادية و 1595 ميلادية هي الدولة الصفوية الإجابة على التمرين الثاني التمرين الثاني أولاً، انظر توطين على الخريضة سوف أحاول توضيح الخريطة ما أمكن الإجابة على السؤال الثاني لدينا مسيحية كاتوليكية تتواجد بهذه المناطق بولونيا، إيطاليا بهذا اللون البني الغامق مسيحية كاتوليكية مناطق الإنشار الوثالية تتواجد بهذه المناطق بهذا اللون مناطق انتشار الوثالية مسيحية أورتودوكسية وتتواجد هنا بروسيا تحتل هذه المناطق مناطق انتشار الكالفانيا تتواجد هنا بهذا اللون تحتل هذه المناطق لدينا كذلك هذا اللون إسلام زائد أورتودوكسية هذا اللون يحسل هذه المناطق وآخر لون مناطق انتشار الانجل كانيا وهي بهذه المناطق إذن تم تحديد جل المناطق لانقصامة الدينية في أوروبا خلال القرن السادس عشر ميلادية ثانيا المناطق أو الجهات الأوروبية التي جميلتها حركة الإصلاح الديني خلال القرن السادس عشر ميلادية وهي الإمارات الألمانية شمال وشمال شرق أوروبا الأراضي المنخفدة سويسرا جنوب وسط فرنسا إنجلاتيرا سكوتلندا إيرلندا الشمالية الإجابة على التمرين الثالث التمرين الثالث أولا الانتقادات التي وجهها فولتار للقضاء الفرنسي احتجاز وتعذيب المتهمين قبل صدور حكم الإدانة غياب العدالة لدى القضاء ثانيا الحقوق التي كان يتم انتهاكها حسب الناس الحق في احترام الكرامة والحرية والعدالة ثالثا نظرية الحكم التي نادى بها فولتار نظرية الاستبداد المستنيرة إلى هنا أعزاء التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه